بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبنا بيتجدد لقائنا اليوم ورح نحكي فيه عن عشبة الطيون فوائدها الصحية للإنسان والنبات ومخاطر ومحاذير استعمالها لعشبة الطيون أسماء عديدة منها عرق الطيون أو الرأس الأصفر الكاذب أو الراسن ودبق وقاتل البراغيث وأنيولا العطري وراش وطيون لزج وطباق أو الطباق ونستعرض لكم بعض أنواعه في الوطن العربي وبعض أنواعه الأخرى في مختلف دول العالم على الصور ضمن الفيديو في صندوق الوصف أسفل الفيديو بيضم الطيون حوالي 90 نوع من النباتات موطن معظمها حوض البحر الأبيض المتسط وأوروبا وآسيا وأفريقيا وعشبة الطيون هي نبتة شجرية معمرة قاعدتها خشبية رائحتها كافورية حادة قوية أزهارها صفراء اللون وأوراقها ذات شكل رمحي لها شعيرات ذات ملمس دبق ينمو في المناطق الرطبة والمشمسة خاصة في التربة الحمراء والطينية والرملية وأزهار هذه النبتة محببة كثيرا إلى النحل والمناخ المعتدل هو الأنسب لنمو عشبة الطيون لذا نراها بكثافة على أطراف منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط في مناطق من شمال إفريقيا وبلاد الشام وتركيا وأوروبا وإيطاليا وفرنسا وعشبة الطيون ذات بذور كثيرة تنتشر على شكل مظلات صغيرة لمسافات بعيدة وتنتمي إلى عائلة بذور عباد الشمس وتستخرج من جذور عشبة الطيون صبغة ذات لون أصفر ثابت وهي عشبة سحرية ذات فوائد صحية كبيرة تساعد في الشفاء من العديد من الأمراض الصعبة والمستعصية تابعوا معنا لنتعرف على كل ذلك بعد الفاصل حبيبنا سنبدأ بأهم الفوائد الصحية لعشبة الطيون الطيون من النباتات ذات الاستخدامات الطبية الهامة في الطب الشعب القديم كما وصفت في الكتب القديمة وكذلك الأبحاث الحديثة وتكمن الفائدة في أوراقه وزهوره وجذوره السفلية كما أن عصارته تحوي على مواد كثيرة والطيون تجفف ثماره وأزهاره وتغلى وتشرب فتنقل مجاري التنفسية وأيضا الحد من البدانة وتفيد في المسالك البولية وتغلى جذور الطيون وتوضع الأقدام على مكان تصاعد بخاره لعلاج أمراض الروماتيزم ويشرب مغلي جذور الطيون لعلاج أمراض لبرستاتا وتعمل عشبة الطيون على قطع النزيف حتى ولو كان من الأوردة وذلك بأخذ أجزاء من عشبة الطيون ثم يضغط بها على مكان النزف فيتوقف خلال دقائق وتساعد عشبة الطيون على تحسين عمل الجهاز الهضمي وإخراج الفضلات والسمو من الجسم وطرد الديدان المعاوية والغازات التي تسبب نفقة الأمعاء كما أنها ذات قصائص مضادة للتشنجات المعاوية وتعالج أيضا الإسهال لاحتوائها على مواد قابضة وتفيد عشبة الطيون في علاج بعض حالات الأنيميا فقر الدم وتعالج عشبة الطيون مشاكل الجهاز التنفسي فهي نافعة للتهابات القصابات الهوائية والربو التحسسي وعلاج فعال لداء السل الرئوي المزمن كما أنها علاج قوي لوقف السعال المستمر ويستخدم مغلي عشبة الطيون كغرغرة لتقوية الأسنان ومنع الالتهابات اللثة وتقرحات الفم وتساعد هذه العشبة في علاج أمراض الجهاز البولي والتخلص من التهاباته المزمنة وتفيد أيضا في علاج بعض أورام السرطان كما أن لها فعالية واضحة في تسكين آلام المفاصل والتهاباتها وعلاج تورماتها الروماتزمية كما أنها مفيدة لعلاج داء الإسقربوط ومرض الملاريا كما أنها نافعة لزيادة الوزن والتخلص من النحافة المفرطة وضعف البنية تشفي أيضا من لدغات وعضات بعض أنواع الحيوانات المفترسة والمجرفمة تزيل الصداع القوي الناتج عن الاكثار من شرب الكحول وتعمل عشبة الطيون على خفض ضغط الدم المرتفع كما تساعد على ضغط مستوى السكر في الدم وعشبة الطيون تدر البول وتخلص الجسم من الأملاح الزائدة والترسبات والسموم والالتهابات وتعالج هذه العشبة أيضا مشاكل البواسير الشرجية وتخفف من آلامها ومضاعفاتها عن طريق عمل معجون عشبة الطيون ودهنه بشكل موضعي بعد خلطه بزيت الزيتون وعموما فأن عشبة الطيون مضادة لنمو البكتيريا والفطريات في الجسم ومن الخواص الطبية لزيت عشبة الطيون أنه قاتل للألم وقابض ومضاد للفطريات والبكتيريا ومطهر للأمعاء وطارد للديدان مع مغلي عصير الجذور وشاي الطيون مخفض لنسبة السكر في الدم وملين للمعدة ومنشط للقدرة الجنسية ومضاد للتلوث الفطري والجرثومي وحامي للأنسجة ومقلل من أكسدة الحمض النووي ومغلي الثمار والأزهار فاتح للمجاري التنفسية ومطهر أيضا للجروح ومقوي لجهاز المناعة في الجسم وهو مضاد حيوي ومسكن للآلام وقاتل وطارد للحشرات الضارة ومقلل من التلوث ومضاد للأكسدة وحافظ للفاكهة من الجفاف وغسول للعين ومن الأمراض التي يعالجها نبات الطيون النزيف بمتقوق النبات والتهاب القصب الهوائية بزهور النبات والأورام والكدمات والتواء وأوجاع والتهابات المفاصل والرومتزم بمطحون أوراق الطيون مع أوراق الحناء والتشنجات والانقباضات وعضة الحيوان السامة بمسحوق الطيون المجفة والجروح المتقيحة والملتهبة بصبغة الطيون والبواسير بمقهون أوراق الطيون مخلوط مع زيت الزيتون ونبات الطيون لا يغلى بل يعامل معاملة النباتات العطرية ينقع بماء مغلي أو يؤكل أو يضحن ويخلط مع قليل من زيت الزيتون أو دهن النعام وبالنسبة للحيوانات يعتقد بأن له تأثيرات سلبية عليها ممكن أن تؤدي إلى الموت وقد لوحظ أن الحمير والبغال فقط هما من يتغذيان على الطيون بدون مضاعفات واعتمادا على مجموعة من التجارب التي أجريت على نبات الطيون استخلصت منه مواد أعاقت بشكل بارز نمو فطريات مسببة للأمراض على النباتات أو على أجزاء منها وعلى ما يبدو فمن الممكن الاستفادة من هذه الصفة المميزة للطيون في الزراعة العضوية بحيث لا نستعمل المبيدات الكيميائية ويتوجب على الإنسان تطويره واستعماله إذ يمكن استعمال مصحوق أوراق الطيون المجففة أو مستخلص مائي لهذه الأوراق في مجالات مختلفة مثل إبادة الأعشاب الضارة والتخلص من بعض الأمراض التي تصيب النباتات ومعالجة البذور وبهذا يعتبر الطيون مبيد فطري طبيعي يتفوق على الكيميائيات وهذا ما يذكرنا بما كان يفعله الفلاحون عندما كانوا ينقعون أوراق الطيون ويجري غليها بكميات كبيرة وبعد أن تبرد المياه يستخدمونها في رش أشجار الكرمة والأشجار المثمرة لقتل الحشرات وهذه الطريقة ينصح بها بدل استخدام المبيدات الحشرية السامة والتي تؤدي إلى إصابة الإنسان بأمراض مختلفة وعلى رأسها أمراض السرطان هناك تحذيرات من أضرار عشبة الطيون فعند تناول عشبة الطيون بجرعات كبيرة فإن لها أضرار ومنها الوفاء بسبب وجود مواد سامة وقد يؤدي نبات الطيون إلى الإجهاض لدى الحامل وزيت الأوراق يمكن أن يسبب التهاب في الجلد بالاتصال المباشر لدى من يشكون من حساسية ويمكن أن يؤدي إلى بثور وحك مستمر وتسلخ وتهيج وحمرار للجلد وأكل رؤوس زهرة الطيون يمكن أن تؤدي إلى التهاب في الأمعاء وفي النهاية هناك أطروحة دكتوراه سورية تكتشف علاجا للسرطان من نبات الطيون قدمت في يناير 2016 فقد ناقشت لجنة التحكيم في كلية الصيدلة بجامعة دمشق أطروحة دكتوراه حول كيفية استخدام نبات الطيون الواسع الانتشار في المناطق الساحلية في سوريا لمعالجة الأمراض السرطانية وخاصة سرطان الثدي والكبد وأوضح صاحب الأطروحة لؤي محمد العلان الذي حصل على شهادة الدكتوراه بدرجة 92% أنه من خلال البحث في نبات الطيون وعزل مجموعة مركبات كيميائية فيه أعطت مؤشرا على أنها مضادات للخلايا السرطانية مؤكدا أنه لا بد من دراسات متعمقة أكثر للحصول على علاج كامل من هذا النبات وقال مقدم الأطروحة أن هذه الدراسة هي الأولى من نوعها في سوريا على هذا النبات علما بأنه يستخدم بكثرة بين الأهالي لأغراض أخرى كمعالجة أمراض الربو وقطع نزيف الدم معتبرا أن الدراسة هي خطوة أولى لاستخراج دواء مضاد للخلايا السرطانية وأشار إلى أن التكلفة الاقتصادية لاستخراج الدواء بسيطة لا سيما أن النبات منتشر بكثرة في المناطق الساحلية وطريقة جمعه لا يحتاج إلى جهد كبير ولا تكلف شيئا لجمعه إضافة إلى أن التجارب لا تحتاج إلى تكلفة مادية ضخمة وبالتالي فإنه يمكن استخراج الدواء من مركبات النبات الكيميائية بسهولة مطلقة ونوه الباحث إلى أن هناك اهتماما كبيرا من أساتذة كلية الصيدلة وخاصة قسم العقاقير بإكمال البحث خصوصا من قبل الدكتورين عصام الشماع وأحمد سمير النوري الذين كان لهم الفضل في إنجاز البحث مشددا على أنهما من القوامات العلمية الكبيرة التي قد تساهم في إكمال المشروع وفي النهاية نتمنى للجميع دوام الصحة والطمأنينة وراحة البال حبائبنا ما هو رأيكم وتعليقكم على نبات الطيون وإذا كان في أسماء معروفة عندكم يمكن وضع ذلك في تعليق أسفل الفيديو وأي سؤال أو استفسار سنجيب عليه إن شاء الله نشكركم جميع المشتركين وزوار على تفاعلكم ثقتكم بنا ومنرحب زوارنا الجدد اللي عم شفونا أول مرة إن أعجبتكم القناة وبتحبوا تتابعونا الضغط على زر الاشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد وكما عودناكم دائما بالجديد والمفيد بإذن الله دمتم في حفظ الله ورعايته والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته